مشروع صغير كبر ونمى بعدما كان حلم فتحول إلى واقع عملاق له مكانته في السوق الكويتي هكذا كانت قصة البداية في ندوة الجمعية الاقتصادية من خلال هذه الندوات يبتجارب من اللي حصلت بالكويت حتى تشجع الآخرين حتى يقومون في أو المضي غدما في مشاريعهم ما في شك الغطاع هذا الآن قاعد يكبر الدولة مركزة عليه الغطاع الخاص مركز عليه عبدالله الخنجي محمد العنجري عبدالعزيز الحميضي نماذج كويتية استطاعت كسر قيود الخوف والحاجة للراتب الوظيفي ليصنعوا عالم أعمالهم تجربة هذه خطتها وكنت تخوف منها بس لقيتها وايد ممتعة فعلا تفرق لشغلك اللي تحبه شيء وايد وايد حلو ممتع ويعطيك بدأ يخليك تبدأ فعلا أن الحكومة ما قصرت طبعا بلا شك تغيرت المسائل من الزمان للحين من 2012 خنتكلم أول 2011 إلى الحين الأمور من ناحية الرخص والرخص التجارية أو الأوراق خنقول مستندات الحكومية أصبحت مختلفة تماما عن السابق الشركة هذه قاعدة تكبر مثل ياهل هذا اللي يكبر صار عندها مطلبات أول سنة تلاقي عادي لو تقعدها بدون مدرسة ثاني سنة لما يوصل رابعة تصبح مطلباتها زيادة لما يصير مطلباتها زيادة قاعد يكبر قاعد تكبر حجم الانفاستركتشر سمونها الانفاستركتشر أو البنية التحتية للشركة طول الدورة المستندية وارتفاع الإجارات غير المبرر معوقات تحتاج إلى وقفة تشريعية تمهد الطريق لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة الذي بات يشكل النظرة المستقبلية في عيون الكثير من الشباب المشاريع الصغيرة بوابة الاقتصاد المستقبلي كما يراه المشاركين في ندوة الجمعية الاقتصادية التي سلطت الضوء على تجربة الدخول إلى عالم الأعمال وأبرز المعوقات فيه لتلفزيون المجلس أحمد الشمري